والله أنا جسدت المرأة في وايد أشياء أعمال بس آخرها هو تمثال السدرة وتمثال السدرة أعتز فيه لأنه شكل ما له شكل آدمي فشكل فني والشكل الفني هذا ما يخالف صورة صغيرة ممكن هذه صورة السدرة نعم هذا السدرة السدرة أرمز فيها عن المرأة الخليجية أو الكويتية التي هي ثابرت وعطت من روحها وعطت من ربة أجيال تقريبا هذه الصورة أوضح نعم هذا هي لكن الصورة الحقيقية التي في داخل دبي ما تصورتها ما عندي صورة لها ما يبتل المفروض هذا نصب تذكاري الآن موجود في دبي عن المرأة فأنا أرمز للمرأة بالسدرة ليش؟ لأن السدرة معطاقة والسدرة يعني تضرب جذورها في داخل باطن الأرض تبحث عن الماء والمرأة الكويتية جديرة بها بأن تخلد ونعطيها الرمز الحقيقي هذا لأنها اتعبت وربت أجيال في وقت كان كل شيء ماكو مو مثل الآن يعني وأجيال أهم اللي شالوا هالبلد هذه نعم السؤال الأخير الأم الأم وأنت في سبعين سنة من أمرك أنا يعني يمكن أبالغ شوية إن قلت أنا حبيت أمي حب ما بعد حب لأنها حبتني زيادة وعطتني وايد فلذلك الأم هي مثل ما قال مدرسة كان لها تأثير عليك في لها تأثير في حياتي لكن ما كانت راضية على أعمال النحت لأن تدري في رفض في رفض ما في قبول بالنسبة للناحية الدينية لأن الوالدة متدينة ووالدة يعني في ذاك الوقت الكل يعني مو بس والدتي كان المجتمع يرفض المجتمع كامل يعني ولكن أنا أصريت على أني أنا أكون فنان لأن الموهبة هي فرضت وجودها علي أنا فأنا فرضت نفسي على مجتمعي الرافض لمبدأ النحت ولا يزال الرافض موجود في مجتمعنا ما يبون تمثال وهو مو تمثال هو مجسم خلنا نسميه تخليد لشغلة تغليد لذكرها مثل السدرة مثل السدرة مثل السدرة اللي قلنا عنها السدرة ترمز لأمرأة ترمز لشيء تخلد شيء إذن نحن ينقصنا هذه ثقافة ولا بد أن نحن يعني تكون عندنا وما بيننا وفي شوارعنا على أساس نخلد كل شيء نبيه عيالك اللي يعطيه مطولة العمر اللي يعطيك مطولة العمر أحد توارث المهنة منك أو الحواية هذه الحلوة توارث أو لا لكن في أولادية الحمد لله في واحد يعزف موسيقى واحد تصوير واحد ميكانيكي لكن كنحت ما فيه كنحت لا و أنا عندي مجموعة مسميها مجموعة سامي محمد و محتضنهم شباب شكثرهم ما شاء الله فيهم البركة بس ما بينهم نحات كلهم شباب يحبون الرسم وهذا الهواية هذه الصعبة نعم فيه كويتين تدربوا وجاهزين والله في قلة يعني واحد اثنين وأتمنى إن شاء الله الكثير وأتمنى أنهم يعني يكونوا جادين كما كنت أنا و كما كانوا زملائي أخر عمل سويته آخر عمل سويته اللي هو ثمن الكلمة ثمن الكلمة ثمن الكلمة والكلمة لها ثمن أعتقد كبير مو شوية العمل هذا بذلت فيه مجهود هو صغير و ممكن تكبيره و الكلمة إذا قلت لها ثمن ففعلا هي لها ثمن لها ثمن ثمن غالي ممكن الإنسان يدفع حياته عليها حلو